الهجوم جواً وبحراً على محافظة حديدة غربي اليمن شنت مقاتلات وبارجات التحالف العربي بهجوم متزامن غارات وهجمات مشتركة على مواقع الحثين في مدينة الحديدة الساحلية وتعد الغارات التي تعرضت لها الحديدة هي الأعنف منذ انطلاق عصفة الحزم وإعادة الأمل تقع الحديدة غرب العصمة صنعاء على بعد مائتين وستة وعشرين كيلو متراً وتضم ثاني أكبر ميناء يمني في منتصف الساحل الغربي للبلاد على البحر الأحمر الميناء يعد الممر الأولى إلى كافة الجزر اليمنية ذات العمق الاستراتيجي وأهمها جزيرة حنيش الكبرى والصغرى السيطرة على المدينة ومينائها من قبل حثيين تسهل السيطرة على هذه الجزر كما تمثل تهديداً للملاحة البحرية في باب المندم وفي قناة السويس وفرض استراتيجية بحرية على دول المنطقة والعالم وكذلك مطار المدينة يعد من أهم المطارات اليمنية ويوجد فيه عدد من الطائرات العسكرية والمدنية كما يوجد في الحديدة العديد من المعسكرات والألوية ومنها دفاع جوي ودفاع ساحلي وقوات بحرية كما يمكن للمحافظة أن تلعب دوراً محورياً في استعادة القوات الشرعية العاصمة صنعاء نظراً لقربها منها ميناء الحديدة هو المنفذ البحري الوحيد الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي كما أن قصفه سيؤدي إلى فقدان المنفذ البحري الذي يغذي العاصمة صنعاء معقل الحوثيين بالوقود ومعاد التموين وطالب الحوثيون بضمها إلى إقليمهم في نطاق تقسيم اليمن إلى أقاليم فدرالية وذلك لتأمين التواصل عبر البحر مع إيران وتلقي إمدادات السلاح لهم عبر مينائها ويمثل الهجوم على الحديدة مفاجأة للحوثيين الذين يصرفون جهودهم للدفاع عن مواقع لهم في محافظات أخرى وسط وجنوب البلاد مثل إب وتعز ومأرب ويقول محللون عسكريون إن التعويل في استعادة صنعاء على التدرج بالمعارك من الجنوب باتجاه العاصمة أمر مستبع يستهلك الكثير من الجهد والوقت لذلك فتح جباهات جديدة يتم الانطلاق منها أمر مرجح وقد يكون أفضل مواقع لذلك محافظة الحديدة ومن هذا المنطلق لا يستبعد أن يكون قصف بوارج التحالف لمواقع الحوثيين بالحديدة تمهيدا لانقضاض القوات المواليدة للشرعية على تلك المواقع ويردح مراقبون ومحللون عسكريون أن قوات التحالف اتجهت لتحرير المحافظات الساحلي في شمال اليمن وجنوب في إطار السعية لإحكام السيطرة على كافة المنافذ البحرية وذلك لتمهيد الأرض للوصول إلى محافظات الوسط وعلى رأسها العاصمة صنعاء ترجمة نانسي قنقر شكرا